خلينا نبتدي مع بعض نشرتنا الرياضية مع منتخب مصر للشباب اللي اتأهل نهائي كأس العرب بعد الفوز على المنتخب الجزائري بنتيجة 3-1 وده في المباراة اللي جامعت المنتخبين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 سنة بنتيجة دي الفرعنة بيتأهلوا لمواجهة السعودية في نهائي كأس العرب للشباب ومحليا فريق الأهلي اتعادل مع فاركو بنتيجة 0-0 في المباراة اللي جامعتها من بارح ضمن منافسات الجولة رقم 28 من عمر مسابقة الدوري المصري بالنتيجة دي وصل الأهلي للنقطة 56 في المركز الثالث وفاركو رفع رصيده للنقطة 36 في المركز الثامن في جدول الدوري كمان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر كان موجود في استاذ السلام لحضور مباراة الأهلي وفاركو فيتوريا وصل القاهرة عشان يتابع لعيبة الدوري المصري بترقب وعناية ومن المقرر أنه حيحضر باقي المباريات الموجودة في الدوري الممتاز خلال الفترة الجاية بين تدسيق مع جهازه المعاني الزمالك كمان بيواصل استعداداته في المباريات الدوري الممتاز ومبارح الفريق كان عنده تدريبات جماعية على ملعب عبداللاطيفة برجيلة قبل ما يسافر الجونال لمواجهة الفريق السحلي بكرة وخضعت اللعيين لتدريبات استشفائية قبل ما ينتظموا في التدريب الجماعي وكمان اتضربوا تدريبات بدنية عشان يكونوا جاهزين للمشاركة في لقاء بكرة مجلس إدارة نادي المأولين العرب تمم الاتفاق مع شوقي غريب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في النادي وتم الاتفاق على كل التفاصيل والمفروض أن الكابتن شوقي حيقود الفريق عشان يستعد لمباراة بيرامدز اللي جاية ونشوف بقى أخبار منتخب مصر للناشئات منتخب ناشئات كرة اليد فاز على المنتخب البرتغالي بنتيجة 24-22 في إطار أول لقاءات الدور الرئيسي ببطولة العالم اللي بتصطدفها مقدونيا بكده بيضمنوا التأهل للدور الربع النهائي واللي حيواجهوا فيه المنتخب الدنماركي بكرة الساعة واحدة ونص الدور فريق نابولي الإيطالي حقق أفوز مستحق على فريق جيرونا الأسباني بنتيجة 3-1 في المباراة اللي تلعبت ضمن الاستعدادات للفرقتين لمنافسات الموسم الجديد 20-22-20-23 أهدف المباراة جت عن طريق ديفيد لوبيس سيلفا في مرمى وأندريا بيتاتيا وخفيشيا من ضربة جزاء في الدقائق 27-77-80 على التوالي وهدف جيرونا سجلوا فالنتاين كاتيلانوس في الدقيقة 56 وحرفود نابولي مباراة ودية تانية قدام فريق إسباني وال الأسباني بعد بكرة في ختام الاستعدادات للموسم الجديد في الدوري الإيطالي نجمنا الدولي محمد صلاح لعب ليبربول تصدر قيمة الهدفين المصريين التاريخيين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ما أصبح اللاعب واحد من أساطير الريدز والسبب طبعا نجح الفرعون في تسجيل 120 هدف بفرق 98 هدف عن أقرب منفسي وبقى كده صلاح أبرز هدفين الليفر عبر تاريخه صلاح سجل 156 هدف وصنع 63 تمريرة حاسمة في 254 مباراة خلال رحلته مع ريدز تحت قيادة المدرب الألماني يورجين كلاوب نشوف بقى أخبار نادي نيس الفرنسي اللي أعلن انضمام حارس المرمى الدنماركي كاسبر شمايكل خلال فترة الانتقالات الصيفية جاي من فريق لستر سيتي الإنجليزي شمايكل قضى في صفوف لستر سيتي 11 سنة في واحد من أفضل فترات حياته الكروية اللي توق خلالها بأكتر من لقب وشارك كاسبر في 500 مباراة مع الليستر ونجح في رفع ألقاب الدوري الإنجليزي وكاس الاتحاد والدرع الخيرية والشامبيونشيب رجع فريق ريال مدريد إسباني للتدريبات الجماعية عشان يستعد لمواجهة أنترخت فرانكفورت في مباراة السوبر الأوروبي واللي هتتلاعي بيوم 10 أغسطس وابتدأ ريال يستعد لموقع دي من خلال مجموعة من التدريبات القوية والحماسية واللي أدها في المدينة الرياضية تشيلس الإنجليزي قدر يحسن صفقة الباك الشمال الإسباني ماركو كوريلا لعب برايتن خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية ومتفوق على نظيره منشستر سيتي وده بعد منفسة قوية بين الطرفين بعض التقارير الإنجليزية قالت أن تشيلسي وصل فعلا لاتفاق نهائي مع نادي برايتن عشان يضم كوريلا لصفوف البلوز في صفقة وصلت قيمتها لـ 52.5 مليون جنيه استرليني خصوصا أن نادي المان سيتي دخل في الصفقة وكان عايز يحصل عليها لكن اللاعب اختلف مع فريقه في المقابل المادي وهنا دخلت تشيلسي واتفوقت وحصلت على خدمات اللاعب أخبرنا الرياضية خلصت عودة لزملائي جمانة ومصطفى للاستكمال باقي فقراتنا في صباح الخير تفضل